بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا عن تنظيم حاسبات واحد ونبدأ بالباب الأول Chapter 1 Register Transfer and Micro Operation نقل السجل والعمليات الدقيقة نبدأ الدرس الأول كمقدمة نستعرض فيها هذه المواضيع أولاً Computer History تاريخ الحاسبات منذ أن تم اختراعها في ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم ثانياً نحاول أن نوضح الفرق بين مصطلحات تتكرر كثيراً في هذا المقرر وهي مصطلح Architecture بمعنى معمارية ومصطلح Organization بمعنى تنظيم ومصطلح Design بمعنى تصميم ثم ننظر في التطور التكنولوجي الذي لازم تاريخ الحاسبات فنتحدث عن Technological Development نبدأ بالموضوع الأول وهو Computer History يمكن تصنيف تاريخ الحاسبات إلى أربع عقود رئيسية لماذا؟ لأن في هذه العقود تمت تغييرات جزرية في مميزات الحاسبات الجدول يلخص أهم الميزات لهذه العقود كما نرى العقود هي عقد الستينيات، عقد السبعينيات، عقد الثمانينيات، وعقد التسعينيات كلها في القرن الميلادي السابق أما المميزات والصفات التي تغيرت جزرياً من عقد إلى عقد فهي موقع الحاسب Location مستخدمي الحاسب Users بيانات التي يتعامل معها الحاسب Data واجهة التواصل بين المستخدم والحاسب Interface مقدرة الحاسب على الاتصال بأجهزة أخرى Connectivity وما هو الهدف من الحاسب Objective سأقارن بين صفتين هما Location وال Users وأترك لك مقارنة باقي الصفات بالنسبة للصفة الأولى Location كانت الحاسبات عند اختراعها عبارة عن آلات ميكانيكية أكثر منها آلات إلكترونية لذلك كان الحاسب الواحد يشغل غرفة كاملة تسمى Computer Room غرفة الحاسب صغر حجم الحاسب في العقد الذي يليه وأصبح بالإمكان توزيع محطات للاتصال مع جهاز رئيسي أو خادم سيرفر فأصبحت هذه الغرفة الصغيرة تسمى غرفة المحطات أو Terminal Room وفي عقدة الثمانينيات أصبح بإمكان وضع الحاسب بكامله على الطاولة ويسمي Desktop Computer أما في عقدة التسعينيات فلا نحتاج أن نضع الحاسب في مكان واحد وإنما نستطيع حمله من مكان إلى آخر وسمي الموبايل كومبيوتر أو الحاسب المحمول مستخدمي الحاسب في عقدة الستينيات كانوا فقط هما الخبراء ولذلك العدد قليل أما في عقدة السبعينيات فزاد عدد المستخدمين ليشمل المختصين الاسبيشاليست وفي عقدة الثمانيات أصبح بإمكان أي فرد أن يستخدم الحاسب فالمستخدمين هما الانديبيديولز الأفراد وبظهور شبكات الحاسب تمكن الأفراد من عمل مجموعات للاستخدام الحاسب فظهر مصطلح المجموعات أو الـ Groups ونترك لك المقارنة بين هذه العقود فيما يخص البيانات وواجهة الاستخدام والاتصال والأوبجيكتيب وغادي أسأل سائل أين نحن اليوم؟ بما أننا في العام 2016 فإننا نقول أننا نتمتع بجميع مزايا الحاسب التي كانت في عقدة التسعينيات فقط نجود أداء الحاسبات فيما يخص سرعة وبرامج وجودة الحاسبات وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر